سيادة الجدل حول موعد جينيف 2 بعدما تبين بأن كل الأطراف الدولية تتجه إلى عقد مؤتمر جينيف 2 الشهر المقبل الغرب أمثلاً بالولايات المتحدة الأمريكية وتصريحات وزير الخارجية جون كيري في لندن قبل أيام أكد السعي إلى جينيف 2 حتى دون توضيح لهوية الوفد الذي سيمثل النظام والروس أيضاً صامتون ويؤكدون موعد جينيف 2 برأيك هل فعلاً حسم الجدل حول عقد جينيف 2 من قبل المجتمع الدولي شرقاً وغرباً؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دعنا نقول بأن المطروح الآن على صعيد المجتمع الدولي أكثر من نسخة لجينيف 2 ودعنا نقول بأن الحوار الأساسي بين القطبين الذين يتبينان جينيف 2 غير متفق عليه يعني عندما يتحدث كيري عن جينيف 2 يتحدث عن نسخة وعندما يتحدث الأفروف عن جينيف 2 يتحدث عن نسخة ومن هنا الذين يريدون أن يأخذوا قراراً حاسماً بالنسبة لجينيف 2 سيضطرون إلى أن ينتظروا حتى تنقشع هذه الغمامة إلى أي جينيف 2 يدعى الطرف المعارضة السورية مثلاً المعارضون السوريون عندما يستمعون إلى تصريحات لافروف وإلى تصرحات بوتين وإلى رؤيتهم في جينيف 2 يقولون هذا المؤتمر هو لمضيعة الوقت وللالتفاف على الثورة السورية ولتدمير الثورة السورية وهذا المؤتمر لا يمكن لعاقل سوري مؤمناً بهذه الثورة وبأهدافها أن يحضره بالنفس الوقت عندما يتحدث كيري كيري يتحدث كلاماً سياسياً ضبابياً يعني مليء بالألغام التي لا ندري متى ستنفجر بهذا المؤتمر ما هو يعني وأستعير نفس اللفظ الذي استخدمته والألغام برأيك هل في كلام جون كيري عندما يتحدث في مؤتمر أصدقاء سوريا بأن الأسد لا مكان له في أي حكومة انتقالية وبأن الأسد أثبت بأنه عاجز على حكم شعبه هل يعتبر في هذا الكلام أي شك أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ستذهب إلى جينيف 2 بقناعة أن الأسد ليكون فيما بعد جينيف 2 هل يعتبر هذا لغة؟ السؤال الجميل هو هل يوافق لافروف على هذا؟ طيب هل يعني لافروف؟ يعني هذا كالعرس عرس بين كيري وبين لافروف هل لافروف يوافق على هذه المواصفات؟ على هذه الشروط؟ لافروف لا يوافق على هذا الكلام لافروف يقول بأن الأسد باقي وبأن الأسد مصيره بيد الانتخابات القادمة في سوريا والأسد من حقه أن يترشع وهذه الحكومة من حقها أن تبقى وعلى المعارضة أن تأتي وتتفاوض كما يتتفاوض أي معارضة محلية مع نظام قائم وبالتالي ترضى بما يقسم لها من قبل هذا النظام إذن تصور لافروف الداعي الشريك لجنيف اثنين يختلف عن تصور كيري وكيري منذ أول يوم منذ أن أصدروا وثيقة جنيف الأول تركوا هذه الألغام أو هذه المعميات الدبلوماسية كوسيلة من الهروب وهذا على عادة المجتمع الدولي أمر قائم أنهم يتركون في بعض الاتفاقات التي لا بد لهم منها بعض التفاصيل الملغم هل يمكن هذا اللغم أن يكون في تعبير الصلاحيات التنفيذية لأن جونكيري أعاد هذا اللفظ أن يكون لرئيس الحكومة الانتقالية صلاحية تنفيذية كاملة دون أن يعطي إضاحات أخرى مكملة يعني الآن عندما نتكلم حكومة انتقالية مثلا بمشراكة وطنية من هي الأطراف الوطنية؟ أخي في أصغر مؤسسة مدنية في العالم عندما يريد الإنسان أن يذهب ليحصل على وظيفة يقال له عليك أن تأتي بما يسمى السجل العدلي شهادة لا حكم عليه هل يمكن لهؤلاء الذين يقتلون مع بشار الأسد وقتلوا الآن ربع مليون سوري وشردوا ثلاثة ملايين أن يتقدموا لشراكة وطنية وهم لا يملكون هذا السجل العدلي النقي وهم يعني مدموعون مختمون بأنهم لم أقول لن أقول قتلوا بالكيماء الكيماء يشككون به ولن أقول ذبحوا بالسكاكين السكاكين يشككون بها ولن أقول بأنهم مثلا فجروا بالسيارات قتلوا بالطائرات آلاف السوريين دمروا آلاف صواريخ سكود الاستراتيجية لا يملكها أحد غيرهم هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ونحن هذا الجدل أستاذ زهير إذا كنت تذكر أكثر من عام ونصف الآن يتكرر على الموقف الروسي والأمريكي من جنيف اثنان بعد الاتفاق حول الكيماء والذي تم برعاية أمريكية روسية هل تعتقد بأن مساحة الخلاف الأمريكية الروسية ما زالت هي هي؟ هناك نوع من اللامبالاة في عقد هذا الاتفاق يعني الأمريكي الآن عندما عقد كما تفضلت صفقة الكيماء ترك كل شؤون شعب السوري جانبا والآن أصبح بشار الأسد هذا الذي يوصف بأنه مجرم حرب وبأنه يرتكم حرب إبادة ضد الله أصبح شريكا الآن للأمريكان وهم يعترفون بهذه الشراكة وكيري يثني على هذه الشراكة وأمد هذه الشراكة مش ثلاثة أيام ولا ثلاثة أشهر مفتوح على ثلاثة سنوات حتى انتهاء تدمير هذه الترسانة إذن كيف للسوريين وهم أصحاب الوجع الحقيقي يعني أحب شيء إلينا كسوريين وأنا أتكلم هنا وأستطيع أن أقول كل الشعب السوري بلا استثناء يعني السوري عندما يقول وتسمع أنت أصوات كثيرة من المعارضين ومن الثوار ومن من على الأرض يقولون لا لجنيف اثنين هذه صرخة يأس وصرخة ألم لأن هؤلاء السوريين لو ظنوا أو اعتقدوا أن في جنيف اثنين انهاء لهذه المحنة وانهاء لهذه المأساة ووضع حد لغطرست هذا النظام لذهبوا إليه كما يقولون زرافاتهم ووحدانا الآن هذا طريقة جديدة ليتهرب المجتمع الدولي من مسؤولياته كيري ما عنده منع أن يلعب على الزمن يعني إذا أحسننا الظن فيه هو يقول يعني تروحوا بتتسلوا بتقعدوا بيسمعوا ولكنكم المعارضة السورية ممثلة بالإئتلاف الوطني لقوى المعارضة طالبت في اجتماع لندن بضمانات حقيقية هي طالبت لكن أن يكون مصير الأسد يحسم في جنيف اثنين وأن لا يكون له مكان في سوريا المستقبل هل ادعون إلى المؤتمر وافقوا على هذه المطالب لا نحن كلنا استمعنا إلى مطالب كما نقول بالعامي استمعنا إلى مطالب بيت العروس هل وافق الطرف الآخر؟ قالوا نريد ونريد وكلام طيب سمعناه نحن من وفد المعارضة من وفد الإئتلاف لكن ما كان جواب الطرف الآخر ما هي تعهدات الطرف الآخر؟ ما هي ضماناته؟ هل قال كيري وقالت أمريكا نحن نضمن رحيل الأسد؟ هل قال أحد من الذين يسمون أنفسهم أصدقاء الشعب السوري نحن الضامنون لخروج الأسد وزمرته من السلطة؟ هذا الكلام لم يقله أحد وهل يملكون ذلك برأيك أستاذ زهير؟ والله إذا كانوا لا يملكون ذلك فالأصل لا يدخلوا أحيانا عندنا نحن في العامية في العامية كلام نقول الكفيل عداد نحن الآن هذه ثورة كلفت أكثر من مئة ألف شهيد لا يريد أحد أن يقامر عليها ولا يقبل أحد أن يقامر عليها ولا يملك أحد أصلا أن يقامر عليها قرار الثورة لا يزال في يد أبنائها وعندما يقرر أي شخص أن يقامر على هذه الثورة وعلى مصيرها وعلى أهدافها هو يطلق على نفسه سياسيا هو ينتحر سياسيا لذلك لا يجرأ أحد والآن المراوغات التي تتم في صفوف بعض قوى المعارضة للالتفاف على موقف سليم أنا أقول الموقف السليم الشعب السوري ليس ضد حل سياسي ينهي هذه المعاناة ولكن هذا الحل السياسي يجب أن يقوم على ركائز محددة الحل السياسي بين قوى المجتمع السوري وليس بين المعارضة والنظام ليس هناك شراكة وطنية بين الشعب السوري وبين بشار الأسد بشار الأسد قطع كل خيوطه مع الشعب السوري شعرة معاوية حيث يحكم الآن أو حيث كان هذه الشعرة قد قطعت منذ الزمن واحترق كل الشعر الذي يصل بين هذا الشخص وبين بشار الأسد ما كانوا محكمة جنايات أليس هذا واضحا في بيان ائتلاف الوطن ليس الائتلاف الوطني التي قلب بها في اجتماع أصدقاء سوريا نحن الآن لن نذهب إلى جنيف اتنين ليتفاوض الناس وهذا أنا دائما أردده يعني الآن أنت سألت عن التفصيلات والتفصيلات الإجرائية الصغيرة لا أحد يريد أن يذهب إلى مؤتمر جنيف لنتفاوض على ما هو شكل قانون الإعلام مثلا ما هو شكل قانون الأحزاب السياسية مثلا ما هو سقف الحرية في سوريا هذا الكلام هذه تفصيلات صغيرة لا يريد أحد أن يدخل فيها نحن الأساس ما هو شكل الدولة القائمة في سوريا شكل الدولة القائمة دولة تعددية مدنية لجميع السوريين ينزاح كل المغتصبين للسلطة هذا فريق اغتصب السلطة منذ خمسين سنة كون الاغتصاب هذا مرة عليه خمسين سنة لا يعطيه شرعية بشار الأسد وأبوه من قبله قد اغتصبوا السلطة بانقلاب عسكري هذا الاغتصاب للسلطة لا يعطي هؤلاء المغتصبين أي نوع من أنواع الشرعية وثم ارتكبوا من الجرائم ما يؤهلهم أن يذهبوا إلى المحاكم إذن علينا أن نخرج هذه الزمرة من خارج قوسين نحذفها من حياة السوريين ثم نقول للقوى السورية القوى المجتمعية قوى المجتمع الأهلي كما يقول بعض الناس بعض الناس يحاول أن يعبر بعضهم يعبر هناك نوعين من التعبير سمحني لفاءة المشاهدي نقول المجتمع الأهلي يقولون المجتمع الأهلي المقصود به أبناء العشيرة أبناء الحي أبناء المنطقة يعني هذه بقايا المجتمع المدني القديم الذي كان سائدا في يوم منه ثم يقولون المجتمع المدني الأحزاب والنقابات والجمعيات التي المجتمع الأهلي يقوم على روابط عضوية متوارثة المجتمع المدني يقوم على روابط سياسية أو ثقافية محدث الآن أبناء المجتمع الأهلي وأبناء المجتمع المدني في سوريا قوى المجتمع الأهلي يعني في قوى المجتمع الأهلي عندنا طوائف عندنا مذاهب عندنا ملال هؤلاء كلهم مطلوب أن يأتوا ومطلوب أن يكونوا شركاء ألا يتضمن جينيف اثنان فيما عرض حتى الآن أن يكون هؤلاء أيضا ممثلون في أي وفد يذهب إلى جينيف اثنان أقول جينيف اثنان يقول مفاوضة بين معارضة ونظام أنا الذي أدعو إليه والذي نقبل به نحن كل سوريين مفاوضة بين قوى الشعب السوري قوى المجتمع اليوم عندنا في بيروت مؤتمر لمسيحي الشرق إذن المسيحيون في سوريا لهم تطلعات وعندهم هواجس ولهم الأصل أن يكون صوتهم مسموعا ونحن مستعدون أن نسمع صوتهم وإذن هذا الحوار الذي نريد أن نسعى إليه نريد أن نسعى بين قوى المجتمع لا أن نقول المفاوضة بين الضحية والجلات هذا بين الضحية والجلات ولكن أنت تعيد الزمن إلى الوراء الآن هناك من يرى بأن هذه المسألة تم تجاوزها وتم شبه الاتفاق على أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة هو الممثل الأساسي لشعب السوري من خلال جمعات المعارضة العربية قلت هو الممثل الأساسي مع أنه كان المطروح هو الممثل الوحيد لاحظ وهناك فرق الآن أنا لا أقول المسيحيون يأتون ليفاوضوا كطرف مع أي جهة كل السوريون طرف واحد سنكون على مائدة واحدة لرسم صيغة الدولة التي نريدها جميعا الدولة التي نريدها جميعا وأنا أريد أن أرسل ولكن هذا يعني ألم يتم الاتفاق عليه في القاهرة الدولة التي نريدها جميعا يبقى فيها بشار الأسد ومجموعة خارج قوس نحزف كنا بالجبر باللهذا يقول حزوء في البين قوسين دائما ننسى طريقة نحزف هذا بين قوسين محزوف يجب أن يحزف هذا التركيب بشار الأسد وزمرته أنا لا أتكلم عن طائفة يجب أن يحزفوا من حياة السوريين المكونات الأهلية للمجتمع السوري تلتقي المكونات المدنية للمجتمع السوري تلتقي تتفاوط فيما اليوم في حوار بقولوا في تونس اليوم بقولوا في حوار في تونس الأصل أن الحوار في تونس بين التونسيين اليوم وهكذا وليس مع ابن علي فنحن نريد حوارا بين السوريين إذن فشل التلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة في أن يرعى هذا الحوار وينادي إليه بحسب رأيك لأن الاتلاف يقول بأنه يمثل ذلك الطيف الواسع إذا كانت أمريكا قد قبلت بالشراكة مع مجرم الحرب بشار الأسد الشعب السوري لا يقبل هذه الشراكة لكن فرضت من خلال روسيا لا أحد يستطيع أن يفرض روسيا تفرض على أمريكا لا تفرض على الشعب السوري لافروف يفرض على كيري لا يفرض علينا لا يفرض على السوريين تقول لهؤلاء هم الدول الكبرى وهي الثورات عندما تقوم تقوم ضد هذه الكيانات الغطرة ما رأيك بتصريحات الأخضر الإبراهيمي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة حول سوريا وهو يحضر في جولته الآن بين أنقرة والدوحة وهو اليوم موجود في طهران تلفزيون بريس تيفي الإيراني نقل عن الإبراهيمي قوله بأن المشاركة إيران في مؤتمر جينيذ ضرورية وطبيعية ومثمرة ربما نتحفظ على ترجمة قناة بريس تيفي ولكن على الأقل هذه نقلت عن تلفزيون الإيراني ناطق بالإنجليزية يقول الإبراهيمي أن مشاركة إيران مثمرة وطبيعية وضرورية ما رأيك؟ يعني رأيي أن الإبراهيمي هو جزء من المدار الذي يسبح فيه بانكيمون والروس والأمريكيون والثورة السورية ليست جزءا من هذا المدار نحن لسنا جزءا من هذا المدار بأي شكل من الأشكال تقول هذا تمرد على المجتمع الدولي الآن تحولت الثورة السورية من ثورة على بشار الأسد ونظامه إلى ثورة على يعني المواضعات هذه الدولية التي تريد أن تفرض على السوريين الخنوع والخضوع لبشار الأسد ونظامه ولكن لك أنكم تحاربون المستحيل نحن هذه الثورات لها طبيعتها أقول على السوريين أن يستقبلوا أمرهم بجدية كنا أو كانوا ينتظرون أو يتوقعون مساعدة من هذه الدولة من أصحاب القرار دعني أتكلم الآن على صناع القرار الدولي على القل الخمس الكبار في المجلس الأمن نحن الآن قانعون أو يائسون بأنهم هم يقولون ليلنا أنهم لن يفعلوا شيئا ولن يقدموا شيئا وأننا علينا أن نتفاهم يعني كالأب الذي تلجأ إليه ابنته وقد ضربها زوجها حتى أفقدها عينها وذهب بسمعها وقل لها يا ابنتي ما في بيده حي لتفاهمي مع زوجك هذا هو الحال الآن الذي يقال ولكن لا أنتم بيده هذا الذي يقال للشعب السوري عليكم من تتفاهموا مع هذا الظالم عليكم من تتفاهموا مع هذا المجرم صحيح هو مجرم لكن عليكم من تتفاهموا معه من تدائلكم السياسية نعم هذا سؤال مهم أولا ما يزال الثورة السورية بيدها خطام القوة الذي تعتز به وأنا هنا لا أريد أن أتوقف عند القوة بمعنى قوة السلاح وسنتحدث عن تطورات الميدانية ولكن سؤالي فعلا عن قوة السياسية نقاط الضغط السياسي هنا أنا أقول للقوى الممثلة للثورة السورية للقوة السياسية القيادات التي تعتبر نفسها مؤهلة لقيادة هذه الثورة في الائتلاف وفي غير الائتلاف هناك هيئات كثيرة واجبهم أن يلتفتوا الآن عن الجري في مدارات الأمريكي والأوروبي والروسي ومجلس الأمريكي أن يتوقفوا عن هذه المتاهة الدويخة يعني بسموها بالعامة وأن يلتفتوا إلى الشعب السوري يستنطقوا الصامتين يحركوا المتفرجين يستعيدوا زمام المبادرة للثورة السلمية أن نعود إلى التظاهر السلمي ليس إلغاء لما هو قايم أنا أظن أو أرجو أن أفهم على الوجه الصحيح أنا الآن لا أعترض على ما ربما يكون خطيرا أنا أسمع حقيقة منك لأول مرة أنا أقول لا أريد أن نلغي ماذا يقول الثوار الذين يتبدون الآن على السلمي أنا أكمل أنا لا أقصد أننا يجب أن نلغي ما بأيدي الثوار على الأرض لكن يجب أن نستحيي نحيي يعني الخط الآخر الخط الموازي ما المانع أن يدعم الخط الثوري أو الخط العسكري دعنا نستعمل العبارة الصحيحة لأنه كلاهما ثوري ما المانع أن يدعم الخط العسكري خط الرجل الذي يحمل السلاح والمقاتل الذي يقاتل بخط موازي من الثوار السلميين الذين يخرجون في كل ساعة وفي كل يوم في المناطق التي لا يزال يسيطر عليها بشار الأسد ولا أريد أن أقول للنظام أن يخرجوا في مظاهرات تنديدا بفعل هذا النظام ومطالبة بالحرية وبالكرامة وبالعدالة إذا استطاعت هذه القيادات السياسية التي يجب أن تكون مؤهلة بخطاب الشارع السوري خطابا يدفعه إلى التحرك أن تصل إلى هذه النتائج تصير عند خطين متوازيين يتحركان معا الثوار يعملون على محور والمتظاهرون السلميون يعملون على محور آخر وهكذا ننهي هذه المعاناة ونقصر أمداد الثورة في هذه النقطة بالتحديد هل هذا واقع ما تطلب به أن تخرج مظاهرات سلمية ألا تعلم بأن حتى العاصمة مقطعة الأوصال بالحواجز والقذائف تصلها ليلا ونهارا يعني أخي جمال وقناة الحوار لديها معلومات بأن حتى القصر الرئاسي تصل له القذائف جميل جميل وحلب نصفها مع الثوار عندما كان النظام أقوى مما هو عليه الآن كان أهل الميدان يتظاهرون وأهل الكثير من الأحياء يتظاهرون في قلب دمشق وفي قلب حلب هذا الأمر التنسيق فيه سهل والاتفاق فيه سهل تقرر المظاهرات بأحياء معينة في العواصم الكبرى في المدن الكبرى حتى في البلدات الصغيرة بحيث لا يبقى هناك ذريعة للنظام بأن هناك فئة من الشعب السوري صامتة أنت تسألني عن بديل البديل تعظيم أمر الثورة ولماذا أنا أقترح لماذا أنا أقترح تعظيم أمر الثورة تعظيم أمر الثورة أن يكون الشعب السوري بكليته يعني من لا يستطيع أن يحمل السلاح يستطيع أن يهتف بسقوط النظام المهم كذلك الآن بعد أن أحوجنا المجتمع الدولي إلى القلم وأمسك القلم بيده هو الآن عندما يريد أن يأخذنا إلى جنيف يعرف أنه يملك أداة ضغط دائما أنت تسمعهم تسليح مقابل كذا تسليح مقابل كذا يعني الآن هم يهددون أنه إذا ما تجوا على جنيف نغلق عليكم قنوات التسليح وهل هذا وارد حسب معلومات لا وهذا يقولونه جهارا نهارا وهم عندما يريدون أن يطمعوا أصحاب القرار في ائتلاف الوطني وفي غيره بشيء يقولون لهم افعلوا هذا ونحملون هل أفهم بأن أطراف عربية مشتركة بهذا التهديد؟ لا الأطراف العربية متمردة على هذا التهديد دعني أكون واضحا لكن تسلي أمريكا ماذا تسمح لا لا اسمحني أنت تعلم ودوع واخر أنا لا أتكلم أنا أتكلم بيعني ما كل شيء يقال الأطراف العربية الأطراف العربية مشكورة التي لا تزال تؤدي ما تستطيع من مساعدة للشعب السوري على كل المستويات هذه أيضا قرارها وفق منظومة الوضع الجيوسياسي المعترف عليه دوليا ليس بيدها بالمطلق لأنها هي الأخرى تتأثر بشكل أو بآخر بضغوط الآخرين وهذا الذي يجعل المعدة والآن مثلا نحن نشهد ونتابع منذ أسبوع أو منذ أكثر من أسبوع أو منذ أشهر منذ قيام الثورة السورية نتابع صراعا مريرا بين العربية السعودية مشكورة وبين الولايات المتحدة وأنا أستطيع أن أؤرخ لذلك من مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الأول الذي انعقد في روسيا وأقول للمشاهدين في العربية السعودية وفي سوريا وفي كل العالم العربي إذا تذكرنا يومها ذلك المؤتمر نعلم أن الأمير سعود الفيصل انسحب من المؤتمر احتجاجا على سقف القرارات التي اتخذت فيه لأنه كان المقصود من مؤتمر أصدقاء الشعب السوري يومه حضروا أكبر عدد من الدول 130 أو 135 دولة كان المقصود أن تتخذ قرارات خارج الإطار الذي عجز عنه العالم داخل مجلس الأمن فلما وجدت العربية السعودية وجدت الأمير سعودي الفيصل أن هذه القرارات هي على هامش مجلس الأمن انسحب يومها من المؤتمر ولأن السعودية انسحبت حتى من مجلس الأمن في رفض الحوية أنا تحدثت عن الخطوة الأولى أنت تشير إلى الخطوة الأخيرة الحالية الأخيرة والتي جاء بعدها تصريحات الأمير بندر بن سلطان والتوتر الواضح تصريحات الأمير سلمان الفيصل هذا كله يجب أن يستوعب هذا التوتر أحد أسبابه الرئيسية الموقف الأمريكي والغربي مما يجري في سوريا وإيران أيضا أنا قلت أحد الأسباب الموقف الأمريكي والتقارب وأحد الأسباب اسمح لي أقول وأحد الأسباب القضية الفلسطينية وهذا مطروح ومذكور ويقال يعني لما اسمح لي أخي جمال أنا أحب أن تتكلم سياسة موضوعية ليش؟ أقول لك مدير مركز شرق العربي لماذا لم يظهر هذا الموقف السعودي إلا بعد تقارب الإيراني الأمريكي الموقف الفلسطيني اسمح لي الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية معروف منذ عشرات سنين اسمح لي أبو الضحي لما تقدم الملك عبد الله يوم كان وليا للعهد في العربية السعودية المبادرة الشهيرة المبادرة السعودية التي تحولت إلى المبادرة العربية ثم يضعها الإسرائيليون وراءهم ظهريا ويسكت الأمريكيون على ذلك حتى الآن ألا يؤلم هذا الملك عبد الله والعربية السعودية والدولة السعودية يعني الأنسان أحيانا وإن مضغ ألمه وسكت عليه أنت تقول لي هذا لم يحصل إلا بعد إيران هناك دائما ما يسميه العامة القشة التي تقسم ظهر البعير يعني أنت تسكت عن مثلا إساءة ثم تأتي الإساءة الثانية ثم تأتي الثالثة وأخيرا يصلون إلى أن السعودية طفح بها الكيل ماذا بعد؟ هذا الآن سؤال جوهري مهم على مستوى الأمة وليس فقط على مستوى العربية السعودية الآن الموقف الأمريكي الترتيب الأمريكي لمنطقتنا أن هذه المنطقة أن الشرق العربي المسلم يجب أن يعيش بين فكي كماشة صهيونية إيرانية فماذا نحن فاعلون جميعا؟ أنت أنظر معي أخي جمال وأنا يسمعني كل المشاهدين العرب وإن شاء الله لا أقول إلا الحق الذي أعتقده كل الذي يفعله جنود حزب الله في سوريا وجنود إيران وأبو الفضل العباس لم يصدر مرة توصيفهم من مسؤول أمريكا على أنهم إرهابيون ولا على أنهم متطرفون حتى التقرير الشهادة الأدبية والسياسية التي أدل بها الطبيب البريطاني بأنهم في سوريا مجموعة من الرجال يعني يتراهنون على إصابة الأجنة في بطون الأمهات حتى هؤلاء لم يصفهم مسؤول أمريكي واحد أو بريطاني واحد بأنهم إرهابيون ما دلالات تلك؟ دلالات على أن هناك حلف خفي يدور على مصالح هذه الأمة وعلى مشروع هذه الأمة الإرهابي والمتطرف صارت العبارة الآن صارت تجري على المسلم السني يعني أنا لا أريد أن أتكلم بلغة طائفية كل الأفعال الشنيعة والارتكابات الإرهابية التي تتم في هذه العالم يسكت عنها المسلم السني هو الذي يوصف بأنه إرهابي وبالتالي قوس الإرهاب هذا يجب أن يطوق بين فكي كماشا صهيونية من جهة إيرانية من جهة ومن هنا الآن التوجه الأمريكي إلى توافق أو إلى اتفاق أو معاهدة مع إيران تكون فيها إيران السيد الأول أو الثاني في المنطقة وتتخلى عن مصالحها مع السعودي هي ستعتبر إيران هي الضامن لهذه المصالح كيف؟ كيف؟ ضامن لمصالح الولايات المتحدة في الخليج العربي في كل مكان في كل المنطقة وفي مصر واليوم كان السيد نبيل فهمي يقول نحن ذاهبون إلى إيران لكي نتفق فإذا رغب الأشقاء في الخليج العربي فاوضنا عنهم وإذا لم يرغبوا فاوضنا عن أنفسنا تصريحوا معروفوا مشهودوا كل الناس تابعوا إذن ستكون إيران الضامن الأول ولذلك سلمت إيران على طبق سلمت العراق على طبق من ذهب للإيرانيين اليوم تسلم سوريا بنفس الطريقة أغفلت عامق بعدا مهما جدا في العلاقة بين أمريكا وإيران وحتى مع العربية السعودية لو هو إسرائيل ما زالت التصريحات الرسمية الإسرائيلية تتخوف من ذلك التقارب الأمريكي الإيراني أسمح لي أنا من الذين يشككون بحقيقة الصراع بين إسرائيل وإيران أنا أشكك بأن هناك صراعا حقيقيا بين إسرائيل وإيران إسرائيل وإيران أو المشروع الإيراني هذا الذي يديره خميناء حليفاني استراتيجيان منذ فترة طويلة وقضية إيران جيت معروفة ومحفوظة ولا نريد الآن أن نزيد عليها شيئا هناك خلافات على بعض الملفات الجزئية والمحدودة بين إسرائيل وإيران يتصارعون عليها هذا أنا لا أريد أن أشكك فيه حتى لا أشكك في المحسوس لكن الولايات المتحدة وإسرائيل بالنتيجة لهم علاقة على احتواء لهم مصلحة مش علاقة لهم مصلحة في احتواء إيران بطريقة يتم توظيف هذا الحلف المبطن أو الباطني أو المستتر بين إيران وإسرائيل إسمح لي أنا حتى يفهمني إذا كانت إسرائيل تخاف من قنبلة نووية يمكن أن تصنع في طهران أي حلف يمكن أن يضمن عن الإسرائيل إذا قرر أي قائد إيراني أن يستخدم هذا السلاح ضد إسرائيل حتى يفهمني المشاهد العربي والآن كم كان صوت النظام السوري عاليا ضد إسرائيل كم كان يتظاهر أنه هو الذي يدعم قوى المقاومة في المنطقة ولكننا في الحقيقة المطلقة نعرف أن الإسرائيليين كانوا ينعمون بسلام هادئ وواضع على جفة الجولان خلال خمسين سنة بفضل بشار الأسد وهم الآن يعني متخوفون من ذهاب هذا النظام الذي كانت وظيفته الأساسية في المنطقة حراسة أمن إسرائيل حراسة أمن إسرائيل على الحدود وحراسة أمن إسرائيل بإخراج الشعب السوري من كل فعل سياسي الآن قضية القنبلة النووية الإيرانية سيتم الخروج كما أن الأمريكان الآن يعني يجهزون مخرج سيتم التوافق على شكل من أشكالها سيكون هناك حلف مستتر إيراني صهيوني لاحتواء المنطقة أنا أعود إلى سؤالك المهمة ما المخرج؟ المخرج في مشروع عملي علمي للأمة المسلمة تستطيع فيه أن تكون ملتحمة بكل قواها بكل أبنائها عن وعي أن يستشعر الحكام المسلمون العرب الذين ما تزال في قلوبهم غير على مصلحة هذه الأمة أن يستشعروا المسؤولية وبالتالي أن يعلموا أن هذا المشروع له قواعد شعبية لا بد لهم منها ولا يستطيعون تجاوزها وبالتالي نستطيع أن نذهب لمقاومة المشروع الإيراني والمشروع الصهيوني على حد إن سواء نعود مرة أخرى إلى الواقع الآن على الأرض وإلى جينيف الثمان هل تعتقد بأن الائتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة يستطيع أن يذهب إلى جينيف الثمان بعدما أجل اجتماعه أكثر من مرة نتيجة لخلافات حقيقية حول الذهاب من عدمه إلى جينيف؟ يعني هو أول شيء أنا أن نظرت إلى ما قيل في مؤتمر الذي سمي أصدقاء الشعب السوري هنا في لندن نظرة إيجابية وقومت الرسالة والخطاب الذي قدم هنا بطريقة إيجابية ثانيا نظرت إلى التأجيل الثاني لسيما التأجيل الثاني الآن الذي يحدث على أنه حالة سلبية وأن هذا التأجيل نوع من الهروب من الاستحقاق كأنهم كما تقول أنت يريدون أن يطبخوا طبخة يشعرون أنها لم تنضج بعد فيلتفون حولها يمينا ويسارا لأنهم بفعل عوامل أنا لا أريد أن أبرر أو ضغوط أريد أن أسوق ضغوط يعني ضغوط بس مثلا يضغطون عليهم بماذا؟ بالتسليح بالمستقبل بكذا هذا الأمر يريدون أن يأخذوهم إلى جنب اثنين رغما عنهم؟ يعني ما أحد يذهب رغما عنه هو سيشكلون يعني سيظل كما يقول العرب يقول ظل يفتله بالذروة والغارب حتى أقنعه بهذا الأمر لكن المجلس أعلن المجلس الوطني أكبر المكونات في الائتلاف إنه لن يظهر إلى جنبها للبرم والفتل والهذا حتى يستطيعوا أن يقولوا قرار أنا أريد أن أقول لهم كلمة يعني بأسوأ الأحوال إذا كانوا يهددوننا بأن نخسر كل شيء لا سمح الله يعني حتى لو خسر السوريون بعدم الذهاب إلى جنيف أن يخسروا وبشار الأسد بلا شرعية أفضل ألف مرة من أن يذهبوا إلى جنيف اثنين ليعطوا بشار الأسد وزمرته القاتلة أي نوع من أنواع الشرعية والذين يقولون سنذهب ولن نعطي هذه الشرعية طيب وهذا ما كنت سأسألك عنه نعم إذا ذهبوا ولم تعطوا الشرعية أنا سأقول وتم التوافق بثلاً على الذين يقولون سنذهب ونعطي أنا أقول لهم إذا ذهبتم وعلى طاولات الحوار سوف تجدوا ضغوط من نفس الضغوط التي تتعرضون لها الآن لتعطوا الشرعية بأي شكل من الأشكال وإذا لم تعطوا الشرعية ويعني حافظتم على ما تعيدون به فستكونون قد أضعتم مزيداً ومزيداً من الوقت على الشعب السوري وبالتالي أهدرتم هذه الزمن المتطول الذي هو مربح ومكسب لبشر الأسد أنا أقول إذا كان جنيف مؤتمر جنيف الذي يدعي عليه الشعب السوري مؤتمر تحت السقف والرؤية الثورية لشعب السوري فلا أحد ضده ولكن هذا المؤتمر المطروح ليس مؤتمراً لمصلحة الشعب السوري هذا مؤتمر فصل على مقاس بشار الأسد وفي أقبيعة المخابرات السورية وحامله كان لأفروف وبوتين وبالتالي كان كيري ليس صاحب عنز في هذا الصراع وبالتالي تمت الموافقة عليه وتقديمه على الأقل لإضاءة وقت السوريين الآن السوريون على الأرض الثوار يحققون بعض الإنجازات الميدانية خاصة في درعة في درعة اليوم هناك سيطرة كاملة للثوار على مدينة طفس في ريف درعة هذه التطورات الميدانية في ظل الجدل حول جينيب وفي ظل عدم وضوح رؤية الائتلاف حتى الآن هل يعكس وضوح رؤية الثوار الذين يقاتلون على الأرض في المقابل يا سيدي هذا النقطة نقاط القوة التي بعيده السوريين يجب أن يدركوها وأن يعرفوها وأن يحترموها وإذا تحدثوا أن يتحدثوا باسمها وعنها وبها يعني نحن الآن الصراع على الأرض دعني أكون أكثر موضوعية أقول المعركة على الأرض من طبيعتها في مثل الحال السوري أن تكون معركة كر وفر أنا ألاحظ أن الإعلام الخارجي بشكل عام المنحاز في كل لغته إلى بشار الأسد إذا حقق بشار الأسد مكسب صغير في منطقة صغيرة السوار يتراجعون والنظام يتقدم ومن كثير من هذا وإذا حقق الفوار ما حققوا من مكاسب ترى أن تصغير شأن هذه المكاسب أنا أريد أن أقول شيء وبدقة واضحة كل الذي يجري على الأرض إذا كنا نحسب بطريقة الخط البياني الذي تعلمه أساتيست وطلاب الرياضيات نرى أن الخط البياني للثورة السورية مع موجود بعض التراجعات واتقد الخط البياني للثورة السورية صاعد ومتقدم ما هو دليلك على ذلك برأيك أكبر الأحداث التي تشير إلى ذلك التصاعد البارحة كانوا قريب مطار دمشق للثوار وكلمة مطار دمشق عندما نشير إليها نشير إلى بوابة من البوابات استراتيجية للدولة نحن كنا نتحدث عن معبر على أنه نصر استراتيجي معبر على الحدود العراقية أو معبر على الحدود التركية أو معبر على الحدود الآن أكثر المعابر بيد الثوار اليوم بالأول أمس كان هناك حريق ضخم في مطار دمشق وكاد ووصل الثوار إلى بعض مدارج مطار دمشق يجب أن ننظر إلى هذا الآن الثوار يستطيعون أن يقصفون قرب قصر الرئيس أنا منذ قليل كنت مع أحد الإعلاميين السوريين على إحدى الفضائيات وكان هو دائما يجلس على الفضائيات في كل العالم حتى على فضائياتهم وقر وغيرها ويدافع عن النظام وكان معي من بروكسل الآن خرج من سوريا خائفا يترقب ويقول أنا هددت وفجرت سيارتي لم يعد قادر النظام على حماية مذيع البشر الأسد اليوم يحتاج إلى متطوعين من إيران ومن العراق ومن اللبنان لحماية ضريح السيدة زينب في قلب دمشق وعندما يسألون لماذا تذهبون إلى هناك يقولون نحن نذهب لحماية الأضرحة المقدسة هل النظام لو كان عنده فضل قوة يعجز يعجز يحتاج إلى من يحمي قبر يعني عدم مؤهد أو مسجد في قلب العاصمة دمشق نحن أمام حالة أخي النظام يتهاوى أن المجتمع الدولي مجتمعا يريد أن يعني يحقن هذا النظام بحقا مقوية ليقول للسوريين تفاهموا مع هذا النظام يعني هذا الخط البياني الذي رسمته وقلت بأنه تصاعدي في إنجازات الثوار على الأرض في المعركة هل تعتقد بأنه سيصل يوما ما إلى الذروة في ظل كل المعطيات وأنا يعني أعرف أن لا أتحدث مع محل العسكري ولكن من رؤيتك لما يجري هل يبدو بأنه سيصل إلى الذروة أنا أراه قريبا إن شاء الله وأراه رؤية موضوعية قريبا وليس بعيدا إذا استطاع وكان له أن يتم منذ يمكن سنة لولا التدخل الخارجي وما زلت متخوفا من المزيد من التدخل الخارجي يعني الآن عندنا ثلاث دول تقاتل على الأرض السورية لبنان يقاتل طبعا بحزب الله العراق يقاتل بمتطوعيه الذين يرسلهم عبر آيات الله وإيران تقاتل على الأرض السورية وروسيا من الخارج تدعم دعم بكل الوسائل حتى أول أمس أنا كنت أتابع تقرير صورة أحد المجندين الروسي الذين يقاتلون على الأرض السورية الآن أنا أتكلم لكن ما رأيك لو الآن تتحرك دولة أخرى وتزج بقوتها لمصلحة بشار الأسد أنا أدرك أن المجتمع الدولي يمكن أن يتدخل إذا شعر أن هؤلاء المجاهدين يمكن أن ينتصروا ويمكن أن يتدخل بقصف جوي ويمكن أن يتدخل يعني يعني لحماية النظام أو لتكسير أجنحة المجاهدين أين الذين يدافعون عن قوار وإن أصبتاء سوريا؟ لماذا لا يتدخلوا طيبهم؟ أنت عندما رأيت كلمة أوباما والخط الأحمر وسمعة أمريكا وكل هذا الكلام يهدر في سبيل بطلحة رخيصة اسمها السلاح استراتيجي الآن هذا الشحن الذي تسمعه كل يوم عن وجود المجاهدين والمتطرفين وعلى مغزة تنظيم القاعدة والنصرة وشيطنت هؤلاء شيطنت هؤلاء بطريقة عجيبة جدا جدا هل ستأنه إذا وجد هذا المجتمع الدولي أنه ممكن أهل سوريا أبناء سوريا أنا لا أقول هؤلاء المتطرفون هؤلاء المتطرفون الذين يسمونهم هم متطرفين هؤلاء يعني نصيبهم من كل الثورة عشرة في المئة لكن إذا وجد أن ثورة سورية في هذا العديد الذي يمثل الشعب السوري يمكن أن ينتصر لن يسمحوا لها بالانتصار وقالها مرة أوباما قال أوباما نحن نفاوض العلويين عبارته وليست عبارتي يعطونا بشار الأسد ويستمروا في الحكم هم يريدون يعني أنت نعود الآن مثلا أنا مررنا عاجلا الآن مؤتمر مسيحي الشرق ماذا يجري على مسيحي الشرق الباريحة كانوا يتحدثوا على قرية فيها مستودعات أسلحة اسمها صدد في سوريا هاجمها الثوار طمعا في مستودعات الأسلحة غنائم هذه ويعني مدد دم زيادة للثورة لكن هذه القرية فيها سكان مسيحيون كل الإعلام العالمي الذي أنا كنت أتابعه الثوار يهاجمون قرية مسيحية في سوريا لكن ألا تنكر على المسيحيين السوريين أن يخافوا لكن لماذا نقول لماذا نقول هذه قرية مسيحية هي قرية سورية لماذا عندما تهاجم قرية فيها سكان مسلمون أو سنة لا يقول العالم بإعلامه كله النظام يهاجم قرية مسلمة أو قرية سوريا لماذا هذه التفرقة؟ لماذا أنا أرفض الوقوف عند هذه الهويات الفرعية عندما هاجم الثوار قرية صدد ليس بوصفها قرية مسيحية وليس لأنها قرية مسيحية هاجموها لأن فيها مستودعات أسلحة تابعة لجيشهم ومن حقهم أن يستفيدوا من هذه الأسلحة فلا يجوز تزوير الحقائق بإظهار وكأن المستهدف في سوريا هو المسيحيين أنا أقول للأخوة المسيحيين وهم الآن الذين يجتمعون في بيروت نحن نتحدث عن مجتمع أسنان المشت عن مجتمع السواء الوطني أي شكل من أشكال مجتمع الامتيازات الذي يتوارى خلفه البعض ويريده البعض ويحتمي وراءه البعض ويدعمه المجتمع الدولي هذه الثورة قامت ضد مجتمع الامتيازات هناك مجتمع آخر مجتمع داعش مجتمع دولة الإسلام في العراق والشام ألا يخيف ذلك أيضا المسيحيين في سوريا؟ نحن الآن نتكلم عن ثورة سوريا بعمومها الآن هؤلاء الذين ذكرتهم أنا أقول الإسلام أمن الحماية للجميع إذا كان في بعض تشدد هنا أو هناك سيستطيع الحكماء من أبناء الشعب السوري وقادة الشعب السوري أن يستوعبوا علينا أن لا ندفع السوريين إلى المزيد من التطرف علينا أن لا ندفع السوريين إلى المزيد من التشدد إلى المزيد من الرفض خطأ كبير أن يقال للسوريين لأن عندكم أقليات يجب أن تخضعوا هذا يجعل السوري ينظر إلى ابن الأقليات على أنه عدو على أنه هو سبب النكبة على أنه هو سبب المذبحة نحن لا نريد أنا أرفض حتى الآن أن في سوريا حرب أهلية ونحن الآن كقوى مجتمعية يحب بعضنا بعضا يود بعضنا بعضا لا نريد أن نرى الأذى يقع لا بمسلم ولا بمسيحي ولا بعلاوي ولا بدرزي لا نريد أن نرى أذى يقع هناك بعض الأمثلة على وجود حرب أهلية اليوم اسمح لي في معبر اليعربية الحدودي سيطر مقاتلون أكراد بعد اشتباكات مع داعش لكن اسمح لي هذه معارك محدودة وعلى كل حال كون الداعش تحارب الأكراد في اليعربية هي حاربت أيضا كتاب إسلامية أخرى في أماكن أخرى عربية إذن ليس هناك عربي يكره الكردي لأنه كردي وليس هناك كردي يكره العربي لأنه عربي وليس هناك مسلم يكره المسيحي لأنه مسيحي وليس هناك مسيحي أنا أريد أن أقول نحن لم نصل إلى هذا بحمد الله بوعي السوريين هناك دفع شديد لجعل السوريين يصلون إلى هذا لجعل السوريين يكرهوا بعضهم بعضا ويشككوا بعضهم بعضا ويحاربوا بعضا هذه الحالة المجتمع الدولي لا يجوز أن يتماه هذا هو مشروع بشار الأسد لا نريد أن نذهب مع بشار الأسد في هذا المشروع لا نريد المجتمع الدولي أن يساعده على هذا المشروع مجتمع الامتيازات أنا أعود فأقول مجتمع الامتيازات هو الذي أوصل السوريين إلى ما وصلوا إليه هل تعتقد أن بشار الأسد بعيد عن هذه المعادلة؟ ليس له أي أصابع في داعش مثلا أو مخططاتها؟ دعنا نتكلم بالتعميم له أصابع في كثير من المجالات ونحن نعلم هذا وهو من قديم كان له عندما كان يسير الوفود أو المقاتلين إلى العراق حتى اضطر المالكي الآن حليفه اليوم على قتل السوريين أن يقول سأشتكي إلى مجلس الأمن يعني وصل به الأمر كانت له تحالفات نحن نعرف أن إيران لها تحالفاتها أيضا لكننا نحن لا نريد أن نقول كلام يقسم الصف نحن نقول لكل الذين يرفعون رأيه إسلامية رأية الثورة نقول نطالب باستحقاقات وبمصدقية هذا الكلام الثورة لها أهدافها الشعب السوري والمجتمع السوري له خصوصيته ونحن نريد أن نطبق هذه الخصوصية السورية الشامية التي تعرفنا عليها خلال كل هذه القرون المطلوب من أبناء المجتمع السوري من أبناء الأقليات الأخرى دعني أستعملها هكذا أن يكونوا في الحاضن الوطني العام حتى تحدث أو حتى نؤكد هذه الشراكة الوطنية لماذا أستاذ زهير سالم وهذا أمر مؤسف فعلا ومحزن لم تعد المجازر السورية أن يتحرك بين قوسين ما يسمى بالضمير العالمي المذبحة جديدة اليوم بعد قصف لسوق للخضر في مدينة الرقا وهذا أمر مؤلم جدا أن يحدث قصف لمكان من المعروف بأنه مكان مدني هل يمكن لطائرة أن تخطئ سوقا ومكان كبير يعني ليس نقطة صغيرة أو منزل أو زاوية في قرية يا سيدي أنت كان سألتني سؤال وأنا أحب التطقيق على القضايا القضية أنت قلت لي لم تعود المجازر تؤلم الضمير العربي العالمي العالمي أنا أقول لم تؤلم المجازر في سوريا في أي لحظة من اللحظات لا ضميرا عالميا ولا ضميرا عربيا مع الأسف السوريون يكتشفون هذا متأخرا يكتشفون أن مجزرة الغوطة بكل أبعادها ومجازر حمص ومجازر حلب كلها لم تلقى ما تستحق لا على المستوى العربي لا الشعبي ولا الرسمي ولا على المستوى الإسلامي ولا على المستوى العالمي وكل الذين حتى أن السوريون الآن يتشككون في إنسانيتهم نتيجة نوقف الآخرين يقولون يعني أنا أسمع تعليقات بعضهم يعني عندما يتحدثون عن جمعيات الرفق بالحيوان بالغرب يقول السوريون كيف ينظر إلينا هؤلاء الناس هؤلاء الذين سكتوا الآن أخي يعني فقط كلمة يعني القتل بالفجأة بالضربة الواحدة بالصعقة أنت مثل سلاح كيماوي ضربتكم بلي قتلت مئة ألف إنسان مثل ناقازاكي لكن هذا القتل بالدم البارد البطيء كل يوم مئة إنسان كل يوم مئة إنسان الآن ألف يوم ألف يوم والمجتمع الدولي كله يتفرج وإلى متى؟ حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا السوريون سوف يستمرون حتى يحققوا ما كتب الله لهم من نصر ومن تمكين إن شاء الله هم يسيرون إلى طريقهم وسيبلغونه بإذن الله مدير مركز الشرق العربي الأستاذ زهير سالم شكرا جزيلا لك شكرا لك حياك الله بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم